طيب سؤال تؤمن بأنه في ممكن مدربين يغير فريق وممكن ما يحقق بطولات لكن يغير فريق وغير هوية فريق وثقافة فريق وبعدين يجي مدرب يلقى فريق جاهز ويحقق معه بطولات هذا يتصير ولا هذا خيال هذا اللي صار مع بدرو أنا وجهة نظري بدرو لقى فريق جاهز في التعاون وكمل فيه اللي قبلها اللي هو قومز قومز وشوف ترى والله الثنين ما عرفهم ولا عرفوا كلاهم ولا برتغاليين كل الثنين يعني لكن للأمانة وأنا وجهة نظري جاهز فريق جاهز فريق جاه بدرو وكمل معه وخذ الكاس كمل معه وخذ الكاس والتعاون يعني أخذ الكاس وهو يستحق يعني هذه كل سنة فاز على الهلال فاز على النصر فاز على الشباب فاز على الاتحاد في النهائي كان فريق ثقيل للتعاون ولكن صح نبدر له بعض اللمسات لكن اللي أسس الفريق واللي اشتغل الفريق ما حد ينكره نقومس